تعتبر منطقة بن عزوز في سكيكدا سلة المنتجات الفلاحية خضار وفواكه مرتبة ساهمت فيها ميزة أراضيها المنقسمة بين الترابية والرملية وامتهان أغلب سكانها للفلاحة المنطقة بن عزوز يرى فيها كل خير فيها البطاطا، فيها الجلبانة، فيها اللوبيا، فيها الطماطم، الدليا يعني فيها الفواكه، فيها التين الشوكي، فيها التين، يعني فيها كل خير فأحاب عنبها، بخو، حاب طماطم، حاب دليا، حاب زريوات يعني وكل خير، خاصة منطقة الرملية هذه، رأي فيها كل خير يجي تتحدى سواعد الرجال هنا الظروف المناخية وغياب الاهتمام حنا تعنا روحنا للخير، بس حاكي ما نقولوا ببعهم داقين تدعيمي دعموا فينا، ما كانش انت جات البطاطا صنع واضربها ريح هذيك، واحد ما طلع لنا، واحد ما شايف أنا غير 300 قنطار، توصل لها ولا ما تتلفت، ويضربوا كل التنسيط وقتلن بعدها هذا الفات جفاف، ما كانش، وذلك يخلوك تأدير صودة ما يخلوكش لا، ما كنت عندك ملكية، صودة يقول لكم ممنوع لدينا مشكلة على السوق، ما كانش، نخرجوا لبرة، نخرجوا ونبيعوا في الطرق برة راحبة، ما كانش، ما كان السوق، خلاص، نطلبوا من الوزراء أن يعطيونا سوق يعطيونا سوق، لو بنعزوز بلا سوق، روما عندها عاتها معنا إذن هو قطب فلاحي دون منازع ينتظر فقط التثمين والاهتمام ليكون مساهم فعالا في كسب معركة الأمن الغذائي